نعم عفوا جدتها حلمت برجل جميل يريد أن يتزوجها والجدة زوجها متوفي طبعا هذه الرؤية لهذه الجدة أن في رجل شاب جميل يريد أن يتزوجها و زوجها هو متوفي طبعا إن كانت هذه الجدة عندها بنات أو أحفاد فمعنى هذا الزوج ليس لها بطبيعة الحال إنما هذا الزوج لبنت من بناتها أو حفيدة من حفيداتها فإن كان جميل المنظر قد يدل على رجل صالح قد يدل على رجل يعني عنده شيء من العلم قد يدل رجل يعني ليس عنده شيء من المكر والخداع كما بيّن الله تبارك وتعالى عن تلك النسوة لما رأينا يوسف عليه الصلاة والسلام قال حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نعم معنى اتصال من سارة تفضلي سارة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا الوالدة دائما بترى رؤى وده أغلب الأوقات هتفضل الرؤى يعني مثل لقطة مو موح المطويل فرأت أن جدتي المتوفى أمها قاعدة وبحضنها حوض للسمك بس الحوض هذا ما في سمك فيه أنا يوم كان عمري سنة داخل هذا الحوض بس يعني بس لقطة طيب طيب خير إن شاء الله تسمعي الإجابة شكرا هذه الجدة متوفية وغريبا منها حوض في سمك طبعا الحوض إذا كان يعني فيه ماء نظيف وعذ وصافي وليس فيه شيء من الكدر فيدل دلالة واضحة على أن أعمال الإنسان الحوض في المنام النهر في المنام للرجل المتوفي هذا عمله كما قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان بن معضعون لما زوجته رأت له رؤية عينا جارية قال هذا عمله الصالح أيضا كذلك بالنسبة للأسماك الأسماك دائما تدل على مال حلال طيب من ناحية الفلوس والدراهم والدنانير وأيضا تدل على الذرية الكثيرة من ناحية ذرية البنات نعم والعلم عند الله نعم هذا رجل رأى في المنام أنه يعاشر أمه المتوفية معاشرة الأزواج طبعا هذه الرؤية تعتبر من قسمين الأول قد يكون هذا حلم من الشيطان لأن دائما قضية المعاشرات والأشياء الخاصة بين الزوج وزوجته كالمدعبات وغيرها غالبا ما تكون أحلام هي من الشياطين أصلا لقوله عليه الصلاة والسلام الأنبياء لا تحتلم إنما الاحتلام من الشيطان احتلام من الشيطان بمعنى أن إنسان يجامع في المنام ويعاشر وغير ذلك إن كان هذا حلم من الشيطان لا يقدم ولا يؤخر ولا تهتم فيه وليس له تعبير أصلا وإن كان صاحب الرؤية مثلا النام حص النفس قبل أن ينام وقرأ المعوذات وقرأ الكرسي ونام على طهارة ثم رأى هذه الرؤية فأقول له أن عليه أن يستعد اللقاء الله وكما قال تبارك تعالى كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك تعالى في حق نبيه إنك ميت وإنهم ميتون طيب ويقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سأل الله سبحانه وتعالى يطيل بعمره ويحسن خاتمته والعنى عند الله